اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله اللايف قطع يفعل ما يريد سبحانه وتعالى هلخص بسرعة أنا كنت بقول إيه معرفش وقطع فين الحقيقة فأنا يعني هقول اللي أنا قلته بسرعة في دقيقة وكمل على لنا أبدا أتو أنا كنت بقول لحضراتكم أن من ضمن طلب العلم الدال على الله اللي هو فريضة علينا أن احنا نعرف أحب الأعمال لربنا سبحانه وتعالى في الأيام دي وأنا عارف أن كتير منكم سمع فيديوهات أو تفرج على علماء من علمائنا الأفاضل بيقترحوا بعض الأعمال وساعات البني آدم بيسمع بعض المواد العلمية وهو محجوب محجوب يعني إيه؟ يعني مش شايف مش واخد باله بسبب التعود على هذه المواد العلمية فإيه رأيكم أن احنا نبدأ النهاردة الفيديو ده بأننا أفكركم أن ساعات بيبقى الحفظ حجاب الحفظ حجاب يعني إيه؟ يعني حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث اليقظة اللي كان بيفوق بيه الصحابة وما طلعوا منهم فائقين رضي الله عنهم بيفوق بيه إحنا إحنا اللي محتاجين نفوق اللي كان بيفكرنا بيه دايما صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأيام دي إن الأيام دي أشرف الأيام على الإطلاق عنده ربنا قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من تلك الأيام الحديث ده من كتر ما إحنا حفظناه بإينا نسمعه ولا بسمعه مش من ديه ودني أوي ليه نعرفه؟ زي ما حد يقرأ لي كله والله وأحد عرفها مع إن دي الآية اللي فيها تلت القرآن اللي يقرأها تلت مرات كأنه قرأ القرآن من كتر الكنوز اللي فيها فساعات الحفظ بيخليني مركزش فأنا عارف إن المسلمين حفظين الحديث ده بس اسمعوا بنية اليقظة في وسط رحلة الحياة سيدنا النبي يقول لك وقف إحنا بدأنا أشرف الأيام على الله ومدام بدأنا أشرف الأيام على الله يبقى استقبل بقى الرحمات والعطف وتفريج الكربات والمعاني اللي فيها كشف لعيوب الإنسان عشان يعرف يشتغل عليها وكشف الأهداف في الحياة عشان يعرف يعيش لها وكشف للطرق اللي يقدر يحرر نفسه فيها من الذنوب المسيطرة كل ده بينزم من ربنا في الأيام دي لأنها أغلى الأيام على ربنا مش بس كده حجم الثواب اللي بتاخده على الأعمال العادية بيفرق بسبب بركات هذه الأيام عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السر اللي قاله هو سر العمل الصالح قالك إن الأيام دي العمل وكأنه بيشجعنا إن دي أيام عمل العمل الصالح فيها أحب إلى الله إذن الثواب سيكون مضاعف سبب الأيام دي فتعالوا مع بعض نبدأ بسرعة أقترح على حضراتكم بعض الأعمال اللي نتقرب بيها إلى الله وإحنا بنرجو إن ربنا يقبلنا العمل الأول هما سبت أعمال هو الشغل بذمة بصوا أحب الأعمال إلى الله عبادة الوقت يعني عبادة الوقت يعني العبادة اللي وقتها جيه فالشباب اللي مثلا ممكن يكون بيتمرن دلوقتي في الصيف بياخد ترينينج جواه في الجامعة الشباب اللي في عشرين واحد وعشرين يتخرج وبيشتغل الشباب الأكبر اللي تجوز وعنده بيته بيصرف عليه أنت بابك الأعظم إلى الله دلوقتي كسبك يعني لؤمة العيش اللي بتسعى عليها حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من الذنوب ما لا يكفر إلا بالسعي على الرزق وقال إن من الذنوب ما لا تكفره الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة إنما يكفره الهم في طلب المعيشة فاكر إن الحسنات يذهبن السيئات في ذنوب ما فيش حاجة هتكفرها إلا يعني نقطة العرق والتعب والسترس والتقارير والديدلاينز والضغط بتاع الشوء ههو ده اللي بيكفر أنواع معينة من الذنوب حتى قال صلى الله عليه وسلم من بات كالا يعني مرهق من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له عشان كده أنا بقول للناس اللي بتشتغل اليومين دول اللي هم بيمثلوا أغلب الناس ركز أوي 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 وتفانى أوي 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 في العشرة أوائل من دي الحجة لأن أجرك في السبع، تمن عشر، ستاشر ساعة اللي بتشتغلهم دول هيختلف تماما وستفاجأ بي يوم القيامة بين يدي الله فأول حاجة في العشرة أوائل الشغل بذبه رقم اتنين العبادات اللي ربنا وصى بها مخصوص في الأيام دي المفسرين بيفسروا الآية ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قالوا العشرة أوائل من دي الحجة إذن أول العبادات مش هنكتهب بقى من عندنا ربنا اللي قال أول العبادات الموصى بها في العشرة أوائل كثرة ذكر ربنا سبحانه وتعالى أذكر ربنا بالذكر اللي يجي على بالك أقول لك لا ده سدن النبي عليه الصلاة والسلام ما سبكش تكتهد وصكت أنهي أذكار هي أشرف الأذكار في الأيام دي قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر والتحميد الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله دي أذكار لي من دول مين اللي قال لي الكلام ده اللي قال لي الكلام ده سيدنا رسول الله عائزة والسلام اللي قال الأيام دي ربنا بيحبها فأكثروا فيهن الحقنا يا سيدنا النبي نكثر من إيه من لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله إذن الأيام دي الأذكار دي في الأيام دي لها سر عند ربنا في وصل القلب بالرب وفي سكون القلب الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الأيام دي اللي بيبحث عن السكينة والبعد عن الكآبة وفتح الأرزاق الأذكار لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له موطئ لمن مالك الحديث في الموطئ إذن عندك ذكرين مهمين جدا لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له يبقى الشغل بذمة ثم الذكر الصيام الصيام من الأعمال الصالحة اللي ربنا بيحبها ولا شك من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يعني ربنا يبعدك عن النار مسيرة سبعين سنة من اليوم الواحد بس ده في الأيام العادية والصيام في العشر الأول من ذي الحجة سيضاعف أجره وحب ربنا للصيام لأن ربنا بيحب الأيام دي وهي أشرف وأغلى الأيام على ربنا إحنا عندنا أحاديث بتقول أن سيدنا النبي كان بيصوم التسعة وعندنا آثار أخرى بتقول أن مش كل الصحابة كانوا بيصوموا التسعة فاستفاد العلماء أن الصيام ده ليه طاقة بعض الناس مفتوح عليها في الصيام زي ما في بعض الناس مفتوح عليها في الذكر زي ما في ناس عندها فلوس تنفق فاللي عنده قدرة يصوم أو يجاهد نفسه يصوم ربنا يفتح عليك بالذات الصيام سيدنا النبي يوصى بيه في الأيام دي واللي ما عندهش قدرة ما يفوتش يوم عرف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أحتسب عند الله يعني أنا أعلم وأوقن أن الله سيفعل ذلك بنا والنبي ما يتكلمش إلا بوحي قال أحتسب عند الله أنه يكفر سنة ماضية باللي فيها وسكت صلى الله عليه وسلم عن الكبائر وكأن الحديث يبشر حتى لأهل الكبائر أن كل اللي فاتها يروح إلا الحقوق لازم ترجع لأصحابها قال يكفر سنة ماضية لكن الأغرب والأعجب قال ويكفر سنة باقية سنة بعده ما شفنهاش إلا في الصيام يوم عرفة والبنت المرأة الحائض تقول يا رب أنا لو ما كانش عندي هذا المانع اللي أنت خلقته فيي كنت أصوم فتنوي قال صلى الله عليه وسلم فهو ونيته فأجره ما سواه ما نفعش تصوم لأن ربنا الله ما تصومش فتنوي إنها لو ما كانتش حائط كانت صامت وتفطر عادي وإن شاء الله تاخد الأجل زي الصائم بالزبط يبقى الشغل بذمة الذكر الصوم الأضحية الأضحية في يوم الحج الأكبر يوم العيد يعني سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المعافلوس يضحي وهنا فيه شيء مستحب مش فريضة مستحب إن اللي هيضحي ما يعمل زي المحرم كده ليقص ضغافر ولا ياخد حاجة من شعر دقنه ولا شعر رأسه مستحب طب أنا بقولك ليه مستحب لأن العلم قالوا مستحب طب ليه بأكد عليها عشان فيه ناس بتشتغل مثلا في بنوك أو في شركات لازم يحلق ولازم يروح مظبط نفسه مايروحش بقى سايب دقنه ولا سايب شعره ولا سايب مش حارف إيه يقول أصلها سنة لا الأولى إنك إنت ما تعملش لنفسك مشاكل في الشغل علشان تعمل شيء مستحب والعلم يقولوا من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب إذا كان في واحد لما أعمل شيء مستحب هينفر مني ويتخض مني ممكن أسيب المستحب ده تأليفا لقلبه ما بالك لو هعمل مستحب ييذيني في شغلي فاللي عنده بقى مثلا صاحب البيزنس الخاص ويقدر يعمل كده ده مستحب لكن اللي بيشتغل وممكن يحصله أذية في شغله ما يبقاش بيعمل حاجة أذية فعله المستحب الذي يجر عليك الأذية لا ما تعملوش فبقولك ده شيء مستحب وليس فريض آه رقم خمسة ودي أهم ما في الكلمة النهاردة إصلاح ذات البين إيه إصلاح ذات البين أنا متخانق مع حد والأولى لو متخانق مع عمي ولا أبويا ولا مع أمراتي ولا مع حد من عيالي وفيه مساحة نحن نتصالح قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة ده إيه ده قلنا بلى يا رسول أقول لنا قال إصلاحه ذات البين يعني نتصالح مع الناس اللي فيه بيننا وبينهم خصومة لو نقدر وقال وإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين لأن الإنسان لما بيكون متخانق مع حد كل ما يسمع عنه أو يشوفه ممكن يغتابه أو يعني يفكر إزاي ذي أو على الأقل يبقى فيه عكارة في قلبه حتى وهو بيعبد ربنا فتلاقي كده إيه فيه حاجة بتتأسأس كده من جمال العلاقة مع الله فلو نقدر لأن أنا عارف إن فيه ناس تقولي عندنا خصومات مش قادرين أنت صالح لو نقدر إن إحنا نيجي على نفسنا ابتغاء مرضات الله وبحثا عن عفو الله ونصلح ذات البين بسم الله توكل على الله وأعتقد ده أثقل عمل أنا قلته في الأعمال دي يبقى شيء أخير ألا وهو الصدقة أنا قلت لك الشغل بذمة الذكر الصيام لمن يستطيع ولا ما يقدرش ما يفوتش يوم عرفة والحائد تنوي ولا تصمت قل يا رب لو كنت مش حائد كنت صمت فتأخذ الأجر بالنية والأضحية للقادر وإصلاح ذات البين وهي أهم حاجة قلتها النهاردة ثم الصدقة إحنا في أيام محتاجين أن نقف جنب بعض وإحنا في أيام محتاجين ندعم بعض واللي عنده فضل يعني حاجة زيدة من أي حاجة سواء فلوس أو مقتنيات يجود بيها على اللي ما عندوش الحاجة دي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة جهد المقل يعني واحد ما عندوش قوي بس عنده حاجات بسيطة ممكن يطلعها قليل بس هدي أقصى حاجة عندي دي أفضل الصدقة عند ربنا وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء وإنت مركز مع نفسك وبتبني نفسك وعايز تحوش ومزنق فقصات نفسك تغتني بعد فترة وخايف من الفقر والزمن ومش عارفه المستقبل وإنت في الوضع ده لما تتصدق دي أفضل الصدقة لأنك خرجت من نفسك والتفكير في الذاتية للتفكير في نحن والأسرة والعيلة والأقارب والفقراء والبلد والأمة دي كانت أفضل الأعمال يا رب يأذن لنا أن نعمل اللي نقدر عليه وربنا الجبار يجبر القليل اللي يصدر مننا ويصدر هذا التقصير ويقبله بجميل ستره وفضله واتقوا الله ما استطعتم وطريق ربنا وأبواب ربنا وجنت ربنا فيها مكان لعال الهمة ولضعيف الهمة وكرم ربنا يسعى الجميع فبس اخد خطوة صغيرة كده وربنا يتقبل من الجميع ونكمل بكرة بإذن الله القواطع التي تحجب الإنسان عن الله وخاطرة جديدة السلام عليكم ورحمة الله